السلام عليكم معكم دكتور صليم حمود قريطم النهاردة هنتكلم عن أقوى مكمل غذائي بيستخدم لعلاج الصداع النصفي وكمان بيستخدم لعلاج التهابات المفاصل وآلام المفاصل كلها معانا النهاردة مكمل غذائي عبارة عن مجموعة أعشاب طبيعية تماما المكمل غذائي ده قلنا الاستخدامات بتاعته حيستخدم في الصداع النصفي وآلام المفاصل ووجع المفاصل معانا النهاردة وليفون كابسول وليفون كابسول زي ما حاكم شايفين وليفون كابسول ده العلبة عبارة عن عشر كابسولات الكابسولات دي عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبيعية زي العشاب الطبيعية الموجودة في الوليفون موجود فيها نبات الصفصف الأبيض ونبات الصفصف الأبيض اللي ما يعرفوش بقى انه بيستخرجوا منه السليسيلك أسد اللي بيخش في صناعة الأسبرين فده يعتبر مسكن قوي جدا للصداع والصداع النصف ده العام والصداع النصفي كمان مش بس كده ده فيها نبات الفيفر فيو ونبات الفيفر فيو اللي هو عبارة عن عشبة الأقحوان والعشبة دي بيستخدموها موجودة في أدوية زي فيوميج في علاج الصداع النصفي وكمان هي بتستخدم كخافة للحرارة وفي التهابات المفاصل كمان فيها الاستر سي ايه الاستر سي ده يا دكتور؟ هو عبارة عن تركيبة خاصة كده من فيتامين سي التركيبة دي الميزة اللي فيها انها غير حامضية ولطيفة على المعدة وكمان طبعا عارفين فوائد بتاخد نفس فوائد فيتامين سي اللي هو مضاد الأكسادة وبتقوي جهاز المناعة وبرضو بتخش في التهابات المفاصل برضو كمان فيها كمان الفيتامين بيستة اللي هو البيرودوكسين وده عارفين الفيتامين بيستة اللي بيستخدم قوة قوة الأعصاب وبيساعد على ان الدم يتضفق للمخ بصورة كبيرة ويقال له التهابات الأعصاب برضو طيب الوليفون كابسول زي ما حاتكم شايفين قبل العيل باوشت واحد كابسولات صفرة اهو زي ما حاتكم شايفين اهو شاكريشيت من وراهو ده اسمه ويليفون كابسولات الاستعمال بتاعه يا دكتور ازاي استعماله اول يوم بس كابسولتين بعد الفطار تمام وبعد كده عنا اخد كابسولة بعد الفطار كل يوم كابسولة واحدة كفاية حتى بعد الفطار كل يوم بداية من تاني يوم الوليفون كابسول هو عبارة عن مجموعة من الاعشاب الطبيعية الامات تماما بس انا اخد بس بعض المحاذير الصغيرة ان لو واحد بياخد ادوية سيولة يريد يبعد الوليفون كابسولة عن ادوية سيولة بفترة كافية كمان الناس اللي عندهم ضغط عالي او سكر او قرحة في المعدة بلاش يستخدموا الدودة لان الدودة برضو فيه صفصف الابيض اللي هو يعتبر زي نظام او زي مفعول اسبرين فممكن يتعب المعدة حاجة بسيطة فيبقى مرضى الضغط العالي ومرضى السيولة ومرضى كمان اللي هم عندهم قرحة في المعدة بلاش يستخدموا الدودة كمان الدودة ده يعتبر مكمل ومساعد اتلاه مكتوب عليه مكمل غزائي مكتوب عليه مكمل غزائي يعني في التهابات واجع المفاصل ده مساعد مع العلاج اللي هو الطبيب بيكتبه كمان في علاج السيولة النصفي ده مساعد ومكمل مع العلاج اللي هو الطبيب بيكتبه يعني ده مش هنقدر نقول انه انا ممكن يستخدمه لوحده لا ده يعتبر مكمل ومساعد مع الأدوية اللي بيوصفها الطبيب المختص ولفن كابسول العلبة عملة 14 جنيه و 40 قرش اهو سعر الكابسولات اهو 14 جنيه و 40 قرش اهو 14 جنيه و 40 قرش يعني الكابسولة وقفة بجنيه و 40 قرش حاجة بسطة يعني اقول جنيه ونص يعني مش حاجة الكابسولات رخيصة جدا ومتوفرة في كل السيدليات اه الكابسولات دي قلنا هتستخدم كمساعد مع الصداع النصفي هتسكن ألم المفاصل هتعالج الصداع بوجه نعام وفي نفس الوقت واجع والتهابات الجسم هتقللهم بطريقة كبيرة يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكون سفادتم سلام عليكم شكرا شكرا